اهلا بكم حبايبي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في الدرس اللي فاتي تعلمنا ازاي نضرب عدد مكوم من رقمين في مضاعف للعدد عشرة وده ساعدنا نحل مواقف حياتية زي اننا نحسب 8 تذاكر الصفر لـ 38 شخص وكان 8 التذكرة الوحدة 30 جنيه طيب تقدر تحسب 8 التذاكر لو كان 8 التذكرة الوحدة 25 جنيه مثلا كده هنحتاج نضرب 38 اللي بيمثل عدد الاشخاص في 25 اللي هي 8 التذكرة يعني دلوقتي احنا محتاجين نضرب عددين في بعض كل واحد فيهم مكون من رقمين بس مفيش ولا عدد منهم من مضاعف العدد عشرة هو ده اللي هنتعلمه في درسنا النهاردة الدرس السابع من الوحدة السابعة الضرب في عدد مكون من رقمين باستخدام نموذج مساحة المستطيل تعالوا في البداية زي ما احنا متعودين كل مرة نشوف ازاي ممكن نستفيد بخبراتنا السابعة من اللي تعلمناه عن القيمة المكانية والاستراتيجيات الكتير اللي بتساعدنا نضرب الاعداد في بعض في جزء استكشف صفحة 284 وتعالوا نفتح الكتاب ونشوف ايه اللي موجود في الصفحة في النشاط اللي موجود عندنا في صفحة 284 انت دلوقتي هتقوم بدور المعلم وتشوف المسألة اللي قدامك دلوقتي والحلول بتاعتها وبما انك هتقوم بدور المعلم فهيكون مطلوب منك تشوف في الاجابات التلاتة ايه الاجابة الصح وايه الاجابة الغلط وازاي اكتشفت الغلط ده هسيب لك وقت تفكر وتحط دايرة على الحلول الصح وبعد كده هنرجع نكمل مع بعض تاني مين فينا اكتشف ان الاجابة الخطأ هي الاجابة رقم اتنين هي دي الاجابة الخطأ طيب تعالوا كده نشوف ايه السبب ونرجع الاجابات كلها الاجابة رقم واحد التلميذ جمع 240 اربع مرات لانه هو طالب منه يضرب اربعة في 240 تجمع المتين واربعين اربع مرات يعني فاهم اني المتين واربعين لما تتضرب في اربعة هتتكرر اربع مرات وطلع الناتج صح اللي هو 960 وفي الاجابة رقم 3 التلميذ استخدم نموذج مساحة المستطيل وقسم الطول حسب القيمة المكانية للمتين واربعين يعني هنا حط المتين وبعد كده الاربعين وبعد كده الصفر وضربهم في العرض اللي هو الاربعة المتين فاربعة بثمنمية والاربعين فاربعة مية وستين والصفر فاربعة بصفر وبعد كده جمع النواتج دي وطلع الناتج صح انما الاجابة رقم اتنين التلميذ استخدم الضرب بالتجزئة بس وهو بيعمل عملية الضرب ضرب الارقام في بعض غلط ازاي هو هنا لما جزق المتين واربعين لمتين واربعين وبعدين صفر ضرب الاربعة في متين طلع الناتج ستمية والاجابة دي غلط طبعا لان الناتج الصحيح للاربعة في متين المفروض تكون تمنمية ولما جه يضرب الاربعين فاربعة ضرب طلع الناتج تمانين والناتج ده طبعا غلط لان الاربعين فاربعة بمية وستين وبالتالي لما جمع النواتج كان الناتج النهائي بتاعه اللي هو طلعه كان ناتج غلط لاني التلميذ ده كده وهو بيحل نزل للصفار بس بدل ما يضرب الاعداد في بعض جمعهم دلوقتي بقى هترجعوا لدور التلميذ تاني وننتقل لجزء تعلم اللي موجود عندنا في الكتاب صفحة 285 عايزين نعرف اجابة السؤال اللي سألناه لنفسنا في اول الدرس ازاي اضرب عددين في بعض كل عدد فيهم مكون من رقمين بس ولا عدد منهم من مضاعفات العدد عشرة احنا عرفنا من عنوان الدرس اننا هنستخدم نموذج مساحة المستطيل طيب انا عايزكم تحضروا ورق او قلم وتشتغلوا معايا كده ونفكر ازاي باستخدام نموذج مساحة المستطيل نحسب ناتج ضرب 22 في 17 طبعا هنرسم مستطيل ونقسم الطول ل20 زائد 2 والعرض 17 وبعد كده هنضرب 20 في 17 ونكتب الناتج ونضرب 2 في 17 ونكتب الناتج وبعد كده نجمع النواتج طب يا ترى ايه المختلف هنا انا متأكد انكم اخدتوا بالكم في الدرس اللي فات كنا دايما بنكتب العدد اللي من مضاعفات العشرة في العرض ونقسم الرقم التاني على الطول انما دلوقتي احنا ايا كان العدد اللي هنجزقه هيفضل العدد التاني مش من مضاعفات العدد عشرة برضو طب يبقى ازاي هنضرب 22 في 17 باستخدام نموذج مساحة المستطيل تعالوا نشوف النموذج اللي موجود عندنا في صفحة 285 وفكروا ازاي ممكن تجزاوا الارقام دي عليه هسيب لكم وقت تفكروا ونرجع نتناقش مع بعض تاني لما نيجي نضرب اللي 22 في 17 ممكن حد يفكر انه زي ما جزقنا اللي 22 ل20 زائد 2 كمان هنجزق السبعتاشر لعشرة زائد 7 وده صحيح وممكن نعكس كمان ونجزق السبعتاشر لعشرة زائد 7 في الطول واللي 22 نجزقها لعشرين زائد 2 في العرض اللي 2 هيدونا الاجابات عادي تعالوا نجزقهم كده اللي 22 في 17 دي هنجزق اللي 22 هنا لعشرين وهنا 2 والسبعتاشر هنجزقها هنا لعشرة زائد 7 وبعد كده تعالوا نضرب ونكتب النواة الجوة المستطيل هنبدأ العشرين في عشرة بمتين وبعد كده اللي 2 في عشرة بعشرين وبعد كده هنضرب العشرين في سبعة بمية واربعين واللي 2 في سبعة باربعتاشر وعلشان نجيب ناتج الضرب هنجمع الارقام دي كلها اللي هم 200 زائد 140 هيديننا 340 وبعد كده 20 زائد 14 هيديننا 34 وبعد كده نجمع الـ 340 زائد الـ 34 اللي هو هيديننا 374 وهو ده ناتج الضرب بتاع المسألة اللي عندنا دايما خلي بالكم ان ايا كانت الطريقة اللي هتوزعوا بيها الاعداد سواء كانت الـ 22 هنا او الـ 17 هنا ان نواتج الضرب بتحطها في مكانها الصحيح وان هي اكيد هتختلف على حسب توزيع الاعداد بس في الاخر الناتج هيطلع صح دي كانت اول مسألة عندنا في الكتاب تعالوا نكمل مع بعض المسائل وعايزكوا تحله معايا في نفس الوقت وانفكر في المسألة بتاعة 19 في 34 وتعالوا نحلها مع بعض على الصبورة وعايزك تشتغل معايا المسألة كانت 34 في 19 تعالوا نرسل مع بعض نموذج مساحة المستطيل ونوزع عليه الارقام بتاعتنا ادي نموذج مساحة المستطيل هنا هنوزع الارقام ممكن حد يقول ان احنا هنوزع 34 على الطول والتسعتاشر على العرض وممكن حد تاني يعكس يوزع اللي 34 على العرض او التسعتاشر على الطول مش هتفرق المهم في الاخر النواتج هتطلع صح طيب اللي 34 هنوزعها هنا هتبقى عبارة عن 30 احنا ده سمنا المستطيل بالشكل ده عشان نكتب الارقام جوه المستطيل يبقى 30 زائد 4 والتسعتاشر هنوزعها هنا في العرض هتبقى عبارة عن 10 زائد 9 وتعالوا نجيب نواتج الضرب بتاع كل جزء هنا هدرب 3510 ب300 على طول والالـ 4 ف 10 ب40 وبعد كده نضرب الـ 30 في 9 هنزل السفر والـ 3 في 9 ب27 يبقى 270 وبعد كده الـ 4 في 9 ب36 وعلشان نجيب ناتج الضرب هنجمع 300 زائد 270 هيدينه 570 وهنا 40 زائد 36 هيدينا 76 وبعد كده نجمع الرقمين دول 570 زائد 76 هيكون الناتج 646 وهو ده ناتج الضرب بتاع المسألة اللي احنا هنكتبه هنا دلوقتي بقى جه دوركم انكم تحلوا المسألة رقم 3 اللي موجودة عندكم في الكتاب هتضربه 72 في 15 هسيبلوكم وقت وبعد كده نرجع نتأكد من حلنا مع بعض دعالوا نحل المسألة مع بعض هنكتب المسألة عندنا المسألة كانت بتقول 72 في 15 هنشوفها بتساوي كام علشان نحلها هنحلل العدد 72 ل70 زائد 2 دعالوا نرسم نموذج مساحة المستطيل اللي احنا متعودين نرسمه كل مرة ونحط هنا الاعداد بتاعتنا وده الدرب اللي 72 هنخلي هنا 70 وهنا اللي 2 وال 15 هنخليها عبارة عن 10 زائد 5 يبقى كده حللنا اللي 72 وحللنا الخمستاشر وبعد كده نبدأ عملية الدرب هنضرب 70 في 10 على طول وبصورة سهلة 700 وبعد كده اللي 2 في 10 بعشرين وهنا هنضرب 70 في 5 هنحط 0 وال7 في 5 ب35 يبقى الناتج 350 واللي 2 في 5 بعشرة دعالوا نجمع نواتج الدرب هنجمع السبعمية زائد 350 هيدينا 1050 وهنا هنجمع العشرين وعشرة 30 وبعد كده نجمع النواتج دي اللي هو هيددينا 1080 وبالتالي الحل بتاع المسألة دي او ناتج الدرب هيكون 1080 لو حد فيكو كان رتب الاعداد بالعكس يقدر يتأكد من حلو من خلال نواتج عمليات الدرب والناتج النهائي تقدروا دلوقتي تكملوا باقي المسائل بنفس الطريقة ودلوقتي بعد ما فهمنا ازاي نستخدم نموذج مساحة المستطيل علشان نضرب عددين مكونين من رقمين وما فيش ولا واحد فيهم من مضاعفات العدد 10 دعالوا نروح لجزء فكر اللي موجود عندنا في الكتاب في صفحة 286 ونشوف ايه اللي مطلوب فيه موجود عندي في جزء فكر بيقول هل لاحظتم ازاي استخدمنا خاصية التوزيع وإحنا بنحل عايز اقولكو ان خاصية التوزيع في الضرب ظهرت بعد ما حللنا الاعداد فمثلا في المسألة اللي حلناها من شوية لما كانت 72 في 15 اللي 72 حللناه ل70 زائد 2 والعدد 15 حللناه ل10 زائد 5 بعد ما حللنا العددين ضربنا 70 مرة في 10 ومرة في 5 وبعدها العدد 2 ضربناه مرة في 10 ومرة في 5 دايما خدوا بالكم من انكم بتضربوا الاعداد الصح مع بعض علشان الناتج النهائي يطلع صح وخلينا كمان ناخد بالنا من حاجة كمان واحنا بنحلل الاعداد ان لو كان عدد منهم من مضاعفات العشرة لازم يكون عدد منهم من مضاعفات العشرة لان ده بيسهل علينا بعد كده عملية الضرب تعالوا دلوقتي نروح لجزء التدريب اللي موجود عندنا في صفحة 286 و287 المسائل اللي موجودة عندنا هي نفس المسائل اللي حلناها اثناء الدرس وانا متأكد انكم تقدروا تحلوها لوحدكم تعالوا كده نحل ونتأكد من الحل من الناتج النهائي اللي هو مدهون هنحل دلوقتي مع بعض المسألة رقم 2 المسألة رقم 2 عندنا بتقول 81 في 23 تعالوا نوزع ونحلل ال81 وال23 ال81 لو عايزين نحللها هنحللها ل80 زائد 1 افتكر دايما وانت بتحلل الاعداد لازما يكون واحد فيهم من مضاعفات العشرة وال23 هنحللها الكام تمام لازما نحللها العشرين زائد 3 تعالوا بعد كده نجيب نواتج الدرب هنبدأ نضرب 80 في 20 هننزل الصفرين وال8 في 2 ب16 يبقى الناتج 1600 طب الواحد في 20 على طول بعشرين وبعد كده نضرب ال80 في 3 هننزل الصفر وال8 في 3 ب24 يبقى الناتج 240 والواحد في 3 بتلاتة وتعالوا نجيب مجموع النواتج دي 1600 زائد 240 هيدينا 1840 طب 20 زائد 3 هيدينا 23 طب لو عايزين نجيب ناتج الضرب هنجمع 1840 زائد 23 هيدينا 1863 طب تعالوا نقارن الناتج اللي احنا جبناه ده بالناتج اللي هو من دهولنا هنعرف اني ناتج الضرب اللي احنا جبناه صح تعالوا نروح لمسألة تانية ونشوف المسألة دي بتقول ايه في رقم 4 مثلا بتقول عندنا 6 اشخاص في معرض وكل واحد فيهم فاز بمبلغ 145 جنيه عايزين نعرف المبلغ اللي كلهم فازوا بيه هنعمل ايه يبقى هنضرب ال6 في 145 وهنستخدم نموذج مساحة المستطيل طبعا علشان نستخدم نموذج مساحة المستطيل هنعمل ايه هنوزع ال145 لتلات اجزاء هنا 100 وهنا 40 وهنا 5 وعرض المستطيل هنخليه 6 وهنا هنعمل عملية الضرب تعالى نضرب ونجيب مساحة كل جزء من اجزاء المستطيل 100 في 6 ب600 اللي 40 في 6 ننزل الصفر والال4 في 6 ب24 وال5 في 6 ب30 وبعد كده تعالوا نجمع نواتج الضرب كلها اللي هي عبارة عن 600 زائد 240 زائد 30 والناتج هيبقى 870 دلوقتي نقدر نقول ان المبلغ اللي كلهم فازوا بيه هو 870 جنيه كده يبقى خلصنا درسنا النهاردة تعالوا نشوف احنا خدنا ايه في درسنا النهاردة في درسنا النهاردة عرفنا ازاي نستخدم نموذج مساحة المستطيل علشان نحل مسائل ضرب عدد مكون من رقمين في عدد تاني مكون من رقمين بس ما فيش ولا واحد فيهم من مضاعفات العشرة اعتقد كده هنقدر نجاوب على السؤال اللي سألناه في بداية الدرس ازاي نحسب 8 تذاكر الصفر لـ 38 شخص لو تمن التذكرة الواحدة 25 جنيه وعلشان نزود مهاراتنا ونحل اكتر اللي تعلمناه النهاردة نقدر نروح للنسخة الالكترونية على بنك المعرفة من خلال الكود اللي ظاهر قدامنا او موجود في بداية الدرس اتمنى تكونوا استفدتوا في درسنا النهاردة واشوفكم الدرس اللي جاي على خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة